مقررات الجلسة الاعتيادية العشرون لمجلس الوزراء بتأريخ اليوم المصادف 16 آيار عام 2023 استناداً إلى توجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء في دعم الشباب وانسجاماً مع أولويات البرنامج الحكومي في التخفيف من نسبة البطالة فقد وافق مجلس الوزراء على زيادة رئيس مال صندوق دعم المشاريع الصغيرة المدرة للدخل بزيادة مقدارها تريليون ومئتين مليار دينار ليصبح تريليون وثلاثمائة وخمسين مليار دينار بدلاً من مئة وخمسين مليار دينار فقط لتغطية خطة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ضمن البرنامج الحكومي لمدة ثلاث سنوات استناداً إلى أحكام قانون دعم المشاريع الصغيرة المدرة للدخل رقم عشر لسنة 2012 قرر مجلس الوزراء ما يلي تأليف لجنة دائمية برئاسة وكيل وزير التخطيط للشؤون الإدارية وعضوية كل من مدير عام الدائرة القانونية في وزارة العدل ومدير عام دائرة العقود الحكومية العامة في وزارة التخطيط ومدير عام الدائرة القانونية في وزارة المالية وممثل عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء لا تقل درجته عن مشاور قانوني أقدم عضواً ومقررًا وتخول اللجنة المذكورة بأخذ القرارات الحاسمة كحسم موضوع فض النزاعات الحكومية الناشئة عن العقود المبرمة بين الجهات الحكومية وللجنة استضافة من تراه ملائماً ومن يخدم مهامها وافق مجلس الوزراء على إقرار التقرير الجامع للتقريرين الدوريين السادس والعشرين والسابع والعشرين للدول الأطراف في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري وفق كتاب وزارة العدل وإرساله إلى اللجان الدولية المعنية من خلال وزارة الخارجية وفقًا للمواعيد الخاصة بتقديم التقارير المتعلقة بالاتفاقيات الدولية إقرار توصية المجلس الوزاري للاقتصاد بحسب الآتي استثناء شركة ابن سين العامة سابقًا من الدمج مع الشركة العامة للصناعات الحربية سابقًا بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 360 لسنة 2015 بدءًا من تأريخ الأول من كانون الثاني عام 2016 ولغاية 31 آب عام 2017 لتسهيل عملية دمج البيانات المالية مع الشركة العامة للصناعات التعدينية حيث أن شركة ابن سين العامة سابقًا مدمج حاليًا مع الشركة العامة للصناعات التعدينية إقرار توصية المجلس الوزاري للاقتصاد 23.105 بحسب الآتي واحد يكون سعر وقود الطائرات المجهز للشركة العامة للخطوط الجوية العراقية بمقدار 20% من سعر النشرة العالمية مع التحميلات الإدارية على أن تقدم الشركة خطة عمل لرفع مستوى الخدمات المقدمة والنهوض بواقعها من خلال الاستفادة من هذا الدعم إلى المجلس الوزاري للاقتصاد خلال مدة 90 يوم عمل ليتم بعدها إعادة النظر بالسعر في ضوء المستجدات اثنياً يكون سعر وقود الطائرات المجهز لشركات النواقل الوطنية الأخرى فلاي بغداد، أور وغيرها المسجلة رسمياً لدى سلطة الطيران المدني بمقدار 80% من سعر النشرة العالمية مع التحميلات الإدارية ثلاثة، يكون سعر وقود الطائرات المجهز لشركات الطيران العالمية الأجنبية هو سعر النشرة العالمية مع التحميلات الإدارية أربعة، الالتزام بقرار مجلس الوزراء رقم 23.026 لسنة 2023 حول التعامل بالدينار العراقي بسعر صرف الدولار المقرر للبنك المركز العراقي قرر مجلس الوزراء الإبقاء على قرار مجلس الوزراء السابق رقم 125 لسنة 2022 بشأن تولي وزارة الداخلية مديرية المرور العامة إبرامة أقد استثماري مع صندوق شهداء الشرطة لإنشاء معمل تصنيع اللوحات المرورية استثناءً من قرار مجلس الوزراء رقم 245 لسنة 2019 بناءً على ما جاء في توصيات اللجنة المعنية بإعادة النظر بقرارات مجلس الوزراء كافة المأخوذة من الحكومة السابقة خلال مدة تصريف الأمور اليومية من تأريخ 28 الأول عام 2021 ولغاية 27 تشرين الأول عام 2022 قرر مجلس الوزراء الموافقة على ما يأتي 1- إلغاء الفقرات الأولى والثانية والثالثة من قرار مجلس الوزراء رقم 380 لسنة 2021 2- إلغاء قرار مجلس الوزراء رقم 399 لسنة 2021 بشأن تعييني مستشاريني لرئيس جهاز المخابرات 2- إلغاء قرارات الوطن العراقي بدرجة مدير عام 3- وبهدف الشروع بالخطوات العلمية لتطوير قطاعي التربية والتعليم غفق الأولويات العامة للحكومة فقد أقر مجلس الوزراء توصية المجلس الوزاري للتنمية البشرية رقم 23011 بشأن الموافقة على الستراتيجية الوطنية للتربية والتعليم في العراق 2022 إلى 2031 التي أطلقها السيد رئيس مجلس الوزراء رسمياً يوم أمس الأثنين قرر مجلس الوزراء الموافقة على تخويل وزارة العدل صلاحية التعاقد مع الأطباء وذوي المهن الصحية من العراقيين وغير العراقيين قرر مجلس الوزراء إقرار توصية المجلس الوزاري للطاقة المرقمة 23037 بشأن توصية اللجنة المركزية للمراجعة والمصادقة على الإحالة في وزارة النفط بشأن تعاقد شركة مصاف الوسط الخاص بمشروع مصفى كربلاء لتنفيذ طلبية تجهيز المواد الكيميائية والعوامل المساعدة والزيوت والمواد الاحتياطية بأسلوب التعاقد المباشر مع مقاول المشروع الائتلاف الكوري لإدامة عمله خلال المدة التي تلل استلام استثناءً من أساليب التعاقد المنصوص عليها في تعليمات تنفيذ العقود الحكومية بحسب التفاصيل المبينة في كتاب وزارة النفط وفقاً للأسعار العالمية السائدة والتزاماً بالروابط الأخوية للعراق مع أشقائه العرب وافق مجلس الوزراء على تلبية احتياجات لبنان من مشتقات النفط لتشغيل معامل إنتاج الكهرباء في لبنان وتجديد اتفاقية التزويد بشروطها الحالية سنة ثالثة إضافية بدءاً من تشرين الأول عام 2023 المقبل والتزام شركة سومو بتجهيز كامل العقد القديم وزيادة العقد القديم للنفط الأسود إلى مليون ونصف مليون طن سنوياً وإبرامي عقد جديد للنفط الخام بمليوني طن سنوياً اشتركوا في القناة